نبدأ سماحة الشيخ بما كان في أيامنا المتأخرة من زيارة كبير الفاتيكان لدولة الإمارات العربية وقبلها زيارة وفد من الفاتيكان للمملكة العربية السعودية ولقائه ببعض أقطاب رابطة العالم الإسلامي أريد أن أنطلق في هذا الحوار من الحديث عن خصوصية جزيرة العرب التي هي جزيرة الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى أيام الدين أما بعد فإن لأهل كل بلد ولأهل كل ملة خصوصيات ومقدسات وأمور لا بد من الحفاظ عليها وهذا الدين العظيم انطلق من جزيرة العرب اختارها الله سبحانه وتعالى مهبطا للوحي ومبدأا لهذه الرسالة فقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وفيها البيت الحرام الذي هو قبلة المسلمين وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وفيها توفاه الله وفيها جسده الشريف وهذه البلاد التي تحوي هذه المقدسات هي قبلة المسلمين التي يصلون إليها وهي مشاعرهم التي يحجون ويعتمرون إليها وفيها رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم والملأ من أصحابه وفيها نزل القرآن وكان ينزل فيها جبريل بن عند الله سبحانه وتعالى وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين إحداهما في قجبال مكة وهو بشعب أجياد بمكة والثانية عند صدرة المنتهى ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى هذه الأرض لها خصوصية وخصوصيتها أن الله اختارها عاصمة ومنطلقا لهذا الدين فلابد أن تبقى كذلك ولهذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من جزيرة العرب وأن لا يعبد في جزيرة العرب دينان وبين أنه عازم على إخراج اليهود من جزيرة العرب وقد كانوا إذاك في مناطق منها وقد أخرج أصحابه بعضهم من بعض المناطق حين غدروا فقد أخرجهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من خيبرة حينما غدروا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وأيضا بقية مناطق فيها بعض الجاليات من غير العرب من غير أقصد المسلمين في جزيرة العرب منها يهود اليابني وبعض نصارى نجرانا وإن كانوا أسلموا فيما بعد وبعض النصارى أيضا من تغلبة في شواطئ الخليج الشرقي نعم وهؤلاء أقروا مصلحة في ذلك الوقت وقت قوة الدين وقوة أهله وقوة الإسلام وقوة الدولة والعهد النبوي والخلافة الراشدة ولكن ليس من المصلحة بقاء عبادة إلهين في جزيرة العرب لا يعبد فيها إلى هاني فلابد لمصلحة الدين أن تفرد لعبادة الله وحده ووجود ديانات أخرافها مما يشجع على الرجوع إلى حال العرب قديما فعمر بن الحي هو الذي أخرج لهم الأصنام التي كانت تعبد قبل الطفان وقد عبدوها ولم يبق حي من العرب له قوة وسلاح ومكانة إلا واتخذ صنما يعبده من دون الله فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بتطهير هذه الأرض من هذه الأوثان والأرجاس والأصنام فقضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزالها من جزيرة العرب وأوصى في آخر عمره أن لا يبقى بجزيرة العربي دينا وكذلك فإنه في العام التاسع من الهجرة أعلن أن لا يحج بعد العام مشرك والله سبحانه وتعالى أنزل عليه في ذلك العام صورة براءة وفيها البراءة من الشرك وأهله وإعلان المنابذة لهم موسيقى